انا بفكر اشراح ليه وعاجل اليوم الحكومة تعلن تسع فئات لن تستفيد من قرار رفع سن المعاش لخمسة وستين عام شوف انت منهم ولا لا يا تارى مين هم التسع فئات اللي الحكومة اعلنت ان هم لن يستفيدوا من قرار رفع سن المعاش لخمسة وستين عام وده بيشمل اصحاب المعاشات من الموظفين بالحكومة والقطاع الخاص والقرار ده يا جماعة بيشمل اصحاب المعاشات من اللي كانوا موظفين بالحكومة والقطاع الخاص حديدت الهيئة قمال التأمينات والمعاش الفئات المستفيد من قرار رفع سن المعاش لسن خمسة وستين عام وتوحيد سن الشاخوخ لخمسة وستين عام بدلا من سن ستين بدلا من سن الستين وان شاء الله النهاردة هنستعرض الفئات التي لم تستفيد من رفع سن المعاش وايضا الفئات التي تستفيد من رفع سن المعاش والسنوات التي لم يخرج فيها اي موظف في الدنيا على المعاش وقد نوهت مصادر في تصريحات خاصة أن الفئات التي لن تستفيد من قرار رفع سن المعاشر هم الموظفون مواليد الأعوام التالية الموظفون مواليد عام 1964 سيكون موعد خروجهم على المعاشر هو 2024 يبقى أن هم مواليد 64 سيخرجوا على المعاشر 2024 الموظفون مواليد أعوام 1965 سيكون خروجهم معاد خروجهم على المعاشر سنة 2025 الموظفون مواليد عام 1966 سيكون موعد خروجهم على المعاشر سنة 2026 الموظفون مواليد 1967 يبقى الموظفون اللي هم مواليد سنة 1967 سيكون موعد خروجهم على المعاشر سنة 2027 الموظفون مواليد 1968 سيكون موعد خروجهم على المعاشر عام 28 الموظفون مواليد عام 1969 سيكون موعد خروجهم على المعاشر في 2029 الموظفون مواليد 1970 اللي هما 1969 اللي هما يخرجوا 2019 بعد كده الموظفون مواليد عام 1970 سيكون موعد خروجهم على المعاش في 2030 الموظفون مواليد عام 1971 سيكون موعد خروجهم على المعاش سنة 2031 34 الموظفون مواليد عام 1942 مواليد 72 يا جماعة هيكون موعد خروجهم على المعاش عند سنة ذولت بقى الهما هيكون موعد خروجهم على المعاش عند سنة ستين الهما هيكون قبل يوليو عام 2032 هما الهما من واحد 1972 وحتى تلاتين ستة عام 1972 دول هيتطلعوا على سنة 60 عادية يا جماعة الناس اللي هي الله manufacturers عام الف وتسعمائة اتنين وسبعين. وحتى تلاتين ستة عام الف وتسعمائة اتنين وسبعين. من واحد سبعة الف وتسعمائة الف وتسعمائة اتنين وسبعين. وحتى واحد تلاتية اتناشر الف وتسعمائة اتنين وسبعين. دول هيطلعوا على سن واحد وستين عام. الموظفون موليد عام الف وتسعمائة اربعة وسبعين. هيكون خروجه مع المعاش سنة الفين اربعة وثلاثين على سن اتنين وستين عام. الموظفون موليد عام الف وتسعمائة. هنلاحز ان موليد الف تسعمية تلاتة وسبعين ما يطلقوش معاش في السنة دي. هيطلقو عام الف آآ يبقى موليد اربعة وسبعين هيخرجو ايه الفين اربعة وتلاتين زي ما قلنا. دول هيكونوا على سن اتنين وستين عام. هنلاحز ان موليد عام الف تسعمية تلاتة وسبعين دول ما تلقوش معاش. المزفون اللي هم موليد عام الف تسعمية ستة وسبعين هيخرجوا المعاش على الفين ستة وتلاتين على تلاتة وستين عام. وكمل موليد خمسة وسبعين. هتنضم مع موليد ستة وسبعين. يعني مش هتطلع قبل موليد ستة وسبعين. يعني موليد خمسة وسبعين هتتضم مع موليد ستة وسبعين. وهيكون على تلاتة وستين عام. الموظفون موليد عام الف تسعمية تمانية وسبعين. هيكون خروجه مع المعاش عام الفين تمانية وتلاتين. على سن اربعة وستين عام. يبقى موليد تمانية وسبعين هيخرجه على المعاش الفين تمانية وتلاتين. وهيكون على سن اربعة وستين عام. يبقى موليد تمانية وسبعين هيخرجه على معاش الفين تمانية وتلاتين. وهيكونوا على سن اربعة وستين عام. اما موليد عام الف وتسعمائة سبعة وسبعين. فهتنضم على موليد الف وتسعمائة. موليد الف وتسعمائة سبعة وسبعين. هتتضم على موليد الف وتسعمائة تمانية وسبعين. يعني الدفعتين دول هيخرجوا على اربعة وستين عام. موظفون موليد عام الف وتسعمائة وتمانين. ودول خروجوا مع المعاش في سنة الفين واربعين. موليد عام الف وتسعمائة وتمانين. هيخرجوا على المعاش سنة الفين واربعين. ودول هيبقوا على سن خمسة وستين عام. موليد تمانين بقرر تاني هيخرجوا على المعاش سنة الفين واربعين. ودول هيكونوا آآ على سن خمسة وستين عام. ودول طبعا بينضم معهم موليد عام الف وتسعمائة تسعة وسبعين. وبينضم معهم ما قلنا موليد عام الف وتسعمائة وتسعة وسبعين. وهو القرار الذي سيتم العمل به سنويا بدءا من شهر يوليو سنة الفين واربعين. وما بعدها. يعني بعد كده يا جماعة بعد اللي احنا قلنا ده. انهم مابتداء من يوليو سنة آآ الفين واربعين. سيتم العمل بالقرارات دي. وهيبقى الناس هتدخل تقعد وتطلع آآ على سن خمسة وستين عام. ما فيش حاجة اسمها ستين عام زي زي واحد. طبعا يا جماعة ده موضوع مهم جدا. اعلنته التأمينات الاجتماعية والمعاشات. وهي اعلنته عشان الكل يكون عارف موعيد خروجه على المعاش. وطبعا احنا بعد كده في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. هنوضح لكم ان شاء الله بالتفصيل النحية المالية. بالنسبة لخروج هؤلاء على المعاش. ان شاء الله الحلقات اللي بعد كده زي ما قلنا والفيديوهات اللي بعد كده هنوضح لحضراتكم. بالتفصيل النحية المالية. نخروج هؤلاء على المعاش. اه يا ريت اكون قدرت اوضح لكم الموضوع ده اتعمل ليه او اللي هم هنزلوا ليه. زي ما قلنا ما نزلوا الكلام ده علشان يعرفه كل واحد يخرج. امتى على المعاش? ومين اللي هو هيبقى يخرج على سن واحد وستين? مين اللي هيخرج على سن? اتنين وستين? ومين اللي هيخرج على تلاتة وستين? ومين اللي هيخرج على اربعة وستين? ومين اللي هيخرج على خمسة وستين? وزي ما حضراتكم لاحظتم الحمد لله وضحنا لكم اه مواليد كل سنة لوحدها على حدة هتخرج في سنة كام ومين اللي هيتعامل على زي ما قلنا واحد وستين واتنين وستين لغاية خمسة وستين بنتمنى ان احنا نكون آآ فدناكم في النقطة ديت ان شاء الله وكده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا وبنتمنى ان حضراتكم تشتركوا في القناة وتشجعونا ودعمونا وتخلوا حبيبكم وقرائبكم يشيركم برضو في القناة ضغطوا زر الجرس او الاختيار او الكل عشان يصلكوا كل جديد بنقدمه ويجيلكوا ويشعر بيه وكمان آآ دعمونا باللايك والشير كتير كل ما كتر اللايك والشير يا جماعة كل ما انتم شجعتونا وحستونا ان احنا فعلا يعني بنعمل آآ حاجة يعني انتم حبينها وان شاء الله برضو آآ اللايك والشير زي ما قلنا بيخلي الفيديو في حركة البحث وتاخد عليه سواب عشان غيرك بيشوف فيديوهات دي نتيجة حضرتك ما تضغط شير وتضغط آآ لايك وبرضو اللي حضرتكو عايزين وتفهموه او عايزين برضو آآ توضيح ليه تركونا تعليقاتكو في آآ او اسئلتكو في التعليقات واحنا هنحاول بقدر الامكان ان شاء الله نجاوب لكم على آآ يعني كل اللي بتسألوا عليه ان شاء الله بس سامحونا لو تاخنا عليكم شوية عشان بس بيبقى غزمن عننا في آآ يعني آآ تجهزنا الفيديوهات والمواقبتنا للأحداث الموجودة عشان بس منبقاش متأخرين بنشكركم على حسن الاستماع وبنعتذر عن الاطالة وكان معكم سيد شاكر من قناة تشرح ليه اشوفكم على خير اشتركوا في القناة